مش يمكن تكون المشكلة من مداخل الـ USB بتاعتك بتاع الجهازك وانت عمل تدور هنا وهنا ليه الفلاشة او اي مصدر انت بتوصله بمداخل الـ USB مش عايز يقرأ معاك على الجهاز او ليه مثلا الفلاشة او كروت الصوت بتصدر صوت معاك عند توصلها في مداخل USB ومش بتظهر معاك وطبعا عمرك ما فكرت ان ممكن يكون المشكلة نفسها من خلال مداخل الـ USB اللي موجودة في جهازك وهو اللي بيكون تالف او مش متعرض ان شاء الله في الفيديو ده هنعمل اكتر من طريقة لاختبار وصيانة واعادة اصلاح جميع مداخل الـ USB الخاصة بجهازك علشان بعد كده تتجنب اي خطأ يحصل لفلاشتك او اي مصدر انت بتوصله بمداخل الـ USB عندك ما تروحوش بعيد وانتظروا الشرح للنهاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واحب بقاف الله من كل مكان يارب اكونوا بخير معاكم احمد رقفة من قناة المتخصص للمعلومات او اكتر بتدور على حل مشكلتك وبتنسى ان ممكن يكون عندك انت المشكلة فقبل ما تدور برا ندور على جهازنا الاول ونشوف المشاكل الاساسية في جهازك علشان كده الفيديو ده ليك وطبعا ان شاء الله الفيديو ده هيحل معاك مشكلة ممكن تكون عندك او تواجهها بعد كده في جهازك ندخل في موضوع الشرحة على طول علشان خاطر بس وقت الفيديو ما يكونش معاك طويل اول خطوة احنا هننفذ كذا خطوة زي ما نقولت اول خطوة معانا من خلال الـ device manager وهي عن طريق الـ ZBC بتاعتك هنا او my computer تلاقي مكتوبة عندك بعمل كليك يمين عليه كده وبنزل على كلمة manage بحيث افتح اللي هي الادوات او الاجهزة المتصلة على الجهاز بتاعنا باجي هنا على كلمة device manager بعد ما بضغط على device manager هنا ايه بيزهر معاك كل المكونات المتصلة بجهازك طبعا ومنها مداخل الـ USB بتاعتك اللي هي بتاع الجهازك كلها هننزل على الاختيار اللي هو تحت ده اللي هو universal serial bus controller وده الخاص بجميع مداخل او مخارج الـ USB المتصلة عندك على الجهاز بتاعك تمام يا شباب انا لقيت اي حاجة هنا عليها علامة صفرة زي اللي انت شايفها فوق كده انا عندي في الـ other device هنا في حاجات مش متعرفة فانت لو لقيت هنا في الـ USB اي حاجة صفرة مش متعرفة عندك توصيل الجهاز اعرف ان المشكلة مش في الفلاشة هي المشكلة عندك في المدخل بتاع الـ USB ده طب انا ابتدأ اعمل ايه او ابتدأ اعمل لها اعادة تنشيط لمداخل او من خارج الـ USB دي ازاي باجي هنا مثلا على اي مدخل اللي هو بيكون عليه علامة الخطأ دي ولو انت لقيتهم كده احنا ممكن اعمل لهم عادة تعريف تاني زي update كده من النسخة باجي اضغط كده على اي حاجة هنا وابتدأ اضغط click يمين عليها وبيبتدأ ان انا اعمل update driver بيبتدأ يفتح لك القائمة اللي انت شايفها قدامك دي لأول واحدة دي لو انا هعمل لها search من على automatic من على الكمبيوتر او من على النسخة لتعريف لكن انا عندي طبعا متعرف ومتعرف بتاع النسخة وانت عندك هيكون كده برضو اضغط على browse my computer for drivers بابتدي ان انا اضغط عليه بعد كده بنزل على كلمة دي اللي هي التاني اختيار وابتدي اضغط عليه كده بتلاقي هنا القائمة دي هيظهر معاك هنا ايه هيظهر معايا التعريف الخاص اللي انا عرفت لـ USB من لما انت جيت تعمل نسخة وده التعريف اللي بيكون متوافق معاك طبعا لان النسخة بتنزل تعريفات كتير automatic بعد ما القائمة دي بتظهر معاك اهو بيكون ظاهر معاك التعريف اللي انت معرفه قبل كده ببتدي ان انا اعلم عليه تاني كده واقول له من هنا كده بيبتدي ان هو بيسطبه تاني او زي بيكون كده بيعمل له update تاني ان هو يتسطب على الجهاز ده بيعمل ايه بيعمل تحديث لجميع منافذ الـ USB الموجودة بجهاز الكمبيوتر عندك بعد ما بيخلص دي تمام اهو تمام بابتدي ان انا اقول له اقدر اعمل ايه اقدر اعمل كل الخطوة اللي انا عملتها دي على كل مدخل USB اللي انا عملته دول يعني كل واحدة بابتدي ان انا اضغط عليه وكليك يمين وا update نفس الطريقة اللي انا عملتها انا مش عايز عادة تاني بعد كده ابتدي اجرب منافذ الـ USB عندك واشوف هل لسه في حاجة تاني فيها مشكلة ولا لا ابتدي اوصل فلاشة ابتدي اوصل كارتة شوف لسه في مشكلة مش عايز يقرأ او بيصدر صوت وما بيقراش ولا لا دي كده اول مشكلة عن طريق النسخة بتاعتنا ان انا اقدر اعمل تعريف تاني او اعمل update لمداخل او مخارج الـ USB الموجودة عندنا على الجهاز دلوقتي عم احمد انا عملت دي ولسه المشكلة مستمرة معايا وما تحلتش هندخل على طول مع بعد على الحل التاني وهو عن طريق موجه الاوامر الـ CMD بتيجي هنا كده في البحث تحت وابتدي ان انا اكتب CMD اي ده هو CMD وافتحه طبعا ايه run as administrator علشان اديله صلاحية الوصول كما سقول بعد ما بفتح الـ CMD في كده شوية اوامر ان شاء الله هتلاقيها في صندوق الوصفة اسفل الفيديو تحت ثلاث اوامر بالزبط بيقدروا ان هما يشغلوا معنا مداخل او مخارج الـ USB وبيعمل له update كمان اول امر معنا وهو الامر الاولاني ده يواجه هنا كده اقول له بست تمام وابتدي ان انا اقول له enter بيبتدي يعمل ايه ازهالك الكاميرا اللي انت شايفة دي ودي جميع هنا بيعمل ايه بيعمل اصلاح المكونات الـ hardware اللي موجودة على الجهاز بتاعنا مكونات الـ hardware كله كـ USB كـ CD room كـ DVD كأي حاجة متصلة بي او مكونات الـ hardware الخاصة بالجهاز بتاعك بيبتدي من هنا ان هو يعمل لها زي update او عادة تصلية باجي هنا طبعا اضغط على كلمة advanced D كده واتأكد ان apply repairs automatically يعني انا هعمل تصليح او صيانة لجميع الحارضات الموجودة على عندي على الجهاز وابتدي ان انا اضغط على كلمة next بيبتدي زي ما اتشايف كده بيكتشف الاخطاء detecting problems بيبتدي اكتشف الاخطاء ويعالجها تمام ويصلحها بعد ما بيخلص المشكلة دي هنشوف اللي يظهر معنا ايه هو كده خلص معي الفحص وجاب الرسالة دي ان انا ما عنديش اي مشاكل او اخطاء موجودة على الجهاز بتاعي طب لو اجاب لك اخطاء هتلاقي قائمة غير دي خالص بالهارد ويرز المكتوبة اللي عليها خطأ في الجهاز عندك وبيكون مكتوب جنبها enable او disable فطبيعي ان انا هختار كلمة enable علشان ارجع افعل جميع الهارد ويرز المتصلة او الموجودة في الجهاز بي ده كده بالنسبة ليه اول خطأ ثاني امر معانا اخده كده وطبعا ان انا قفلت دي ابتدي ان انا افتحها تاني كده واكتف فيه البحث هو هنا هو انا لحظت عنه اخر مرة واشغاله run as administrator واعمل بست ليه الامر التاني ده واقول له انتا هنا بيعمل ايه يا شباب هنا بيعمل فحص واصلاح كل ملفات النظام التلفة واستبدالها بملفات جديدة سليمة تمام يا شباب فطبعا احنا بننتظر حتى الانتهاء من الفحص في النقطة دي هو automatic وسريع جدا بيبتدي ان هو يعمل زي انا قولت عملت فحص واصلاح لجميع ملفات الويندوز بس في النقطة دي يتطلب مني ايه بيتطلب مني ان انا بعد ما بخلص بيظهر معاك لو كان فيه ملفات تلفة او سليمة ولا او هو بديلها ولا لا وطبعا بيكون مسكور اسمها ده بيتطلب مني ان انا لازم اعمل restart li النسخة بحيث يعمل لحفظ لجميع الاعدادات اللي هو عملها النظام معايا في التحديث ده فلازم بعد ما بخلص بعمل restart li النقطة دي انا دلوقتي برضو ظهر لي بعد الملفات التلفة بتدي اعمليه عشان الملفات دي تتنقل او يستبدلها ملفات النظام القديم بالجديد بقى بتدي اخد الامر التالت كده وان انا بعمل clean up لجميع الملفات دي وابتدي افتح ال cmd عن طريق run as administrator كده وابتدي برضو ان انا اقوله enter ده بقى بيثبت لجميع التولز والادوات الموجودة في الجهاز عندي والملفات اللي ببدلت بيبتدي ان هو يحفظها بالملفات السليمة هو كمان بيدور لو اي حاجة قديمة مش موجودة على الجهاز عندك بيبتدي ان هو اوتوماتيك يدورها لك عن طريق النت وبيستبدلها وبعد ما بتخلص زي ما انا قلت برضو في الخطوة دي اهم حاجة ان هو بيتطلب مني عمل restart للجهاز بتاعي علشان يحفظ جميع الاوامر او جميع الملفات التي تم استبدالها بعد ما بخلص النقطة دي ببتدي تاني ان انا اجرب جميع منافذ اليو اس بي مش واحد بس جرب جميع المنافذ لو ان شاء الله باذن الله هتلاقيها اشتغلت معاك بشكل طبيعي جدا لان كم خطوة اللي احنا عملناها دي بيكون تعريف شامل او update كامل لجميع ملفات النظام اللي بازت فيه تعريفات اليو اس بي او تعريفات النسخة عموما او اي حاجة فده الخطوات دي لابد ان احنا نعملها مع واحد يتفضل اخر خطوة بس وده من السي نفسه خلص كده احنا هنقفل دي نتأكد مع بعض يا شباب ان احنا بعد ما بنخلص بأكد ان احنا نعمل restart باجي هنا اخر خطوة ان شاء الله من عن طريق السي باجي على السي كده ببتدي ان انا افتح partition السي واروح لكلمة او folder ال windows وبدور على ملف هنا اسمه INF اللي اتا شايف قدامك ده ابتدي ان انا افتح وهنا طبعا انا في ملف انا عايز واحد اسمه WPD MTB.INF ده هيظهر قدامك ده بات على الشاشة عشان انا ما عودش ادور كتير بتيجي هنا في البحس كده وتبتدي ان انت تكتب الامر اللي انا قلته ده ادي يا شباب ظهر معايا اهو الملف اللي انت شايفه ده اعمل عليك كده وابتدي اعلم عليه واعمل عليك كده وابتدي اقول له ايه install بعد ما بقول له install بيبتدي يفتح معاك زي حاجة كده ان انت بتسطفها عادي طب ده بيعمل ايه هو هنا هو بيقول له ازاي operation completed successful يعني هو متسطف قبل كده ده بيعمل ايه معايا ده بيعمل معاك تفعيل اليو سبي لازهار التلفونات لو مش متوصلة على الجهاز بتاعك انت ساعات تيجي توصل التلفون بتاعك عن طريق الكابل باليو سبي بتلاقي ان التلفون بتاعك مزاهر فانت اما بتوصل اما بتفعل تاني ملف ده بيبتدي ان هو عند توصيل التلفون بالجهاز بيتم توصيله تاني بيكون الملف ده تعرف لان ده ملف تعريف التلفون بالجهاز وبرضو ايه بيكون مفاعل اليو سبي ان هي تقرأ اي لاش او كارت ماموري او هارد اس اس دي خارجي ده بينزله طبعا تحديث معايا من السوفتوير بتاعك بيطلب تفعيل هذا الخيار علشان كده ساعات مش بيزهر معاك فده بأكد ان ده خاص بالتلفونات والفلاشات ان هو يزير معاك بعد كده كمان اهم حاجة جهاز التلفون على الجهاز ده كده خطوات بسيطة جدا لمنافذ اليو اس بي عندك في الجهاز كله ان احنا نعمل لها تشيك قبل ما توصل حاجة وتقول من الظهرة ان احنا نعمل لها تشيك ان انت تتأكد بمنافذ اليو اس بي بتاعتك يارب يكون الدرس خفيف وعجبك وما تبقاش بخيل معايا وانزل عملي لايك على الفيديو واشترك بالقناة وفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد شكرا سلام عليكم